أكد رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع مدينة رأس الحكمة يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة ستكون هي الشركة المساهمة المصرية للمشروع وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن المدينة ستتضمن إقامة فنادق ومشروعات ترفهية ومنتجعات سياحية ومنطقة المال والأعمال وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة لحجم وقدر الدولتين إحنا بنتكلم على حجم مشروع والأضخم على الإطلاق حجم مدينة كاملة وهي منطقة أو ما يطلق عليه مدينة رأس الحكمة الجديدة اللي حتبقى مساحتها عشان حضركم تبقوا عارفين بنتكلم في 170 مليون و8 من 10 متر مربع يعني أكتر من 40 ألف و600 فدين هذا التجمع العمراني شركة أبو ظابي التنموية القبضة ستؤسس شركة باسم شركة رأس الحكمة تكون شركة المشروع وستكون شركة مساهمة مصرية ستكون هي الشركة نقدر نقول زي الشركة القبضة أو الشركة الأم اللي بتطور هذا المشروع مشروع ده حيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات فنادق عالمية على أعلى مستوى منتجعات سياحية مشروعات ترفيهية عملاقة تبقى موجودة بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية اللي بنلاقيها في كل مدينة شكرا